الإعلام العالمي ينطفض الآن دعما للشعب الأوكراني ويتحدث عن هذه المجازر وتلك الحروب التي تشن تجاه المدنيين هل يمكن لنا أن نستغل مثل هذه التقطيع الإعلامية في طرح قضايا المسلمين وإعلام الشعوب الغربية بحقيقة ما حدث للمسلمين فيها السابق وفيها الحاضر ما يحدث الآن في فلسطين ما يحدث الآن للمسلمين عموما في شتى بقاع الأرض ومنهم حتى لجور المسلمين ألا يعد هذا الأمر يدق نقوصا للخطر يجعل الضمير العالمي من الواجب عليه أن يتحرك هو كما قال أوروبا ضرة النافعة وما حدث في أوكراني الآن لابد نقول لا نقول نستغله بل نستفيد منه في وضع الأمور في نصابها وإعادة الحق إلى أهله فلسطين منذ أكثر من سبعين سنة أو يزيد وهي محتلة اغتصبتها دولة لا أصل لها ويعني وضع من لك من لا يملك لمن لا يستحق حتى المسج الأقصى لم يسلم من مكائدهم وإعتداءات ليلة نهار والإيجور والإيجور هي منطقة كانت تسمى قديما بتركستان الشرقية الأرض الطيبة وتعتبر هي أكبر إخطاعية وأكبر مكان إقليم في شمال الصين الذي قسم نصفين بعضه إلى روسيا والبعض الآخر استولت عليه الصين الإيجور تلك الأرض الطيبة التي خرج منها أو قريب منها البخاري ومسلم والترمزي وابن ماجا كل هؤلاء العلماء الأفزاز قد خرجوا من هذه الأرض الطيبة المنطقة الطيبة الذين تقام عليهم الحروب ليلة نهار يمنعون حتى من أداء العبادات وحتى يجبرون الرجال على حلق لحاهم والمرأة المسلمة تخلع الحجاب وحرق المصاحف وغلاق المساجد أم أن الأحرار أن يعيدوا التفكير مرة أخرى أم أن الحرب المشتعل الآن بين أمريكا والصين يستهلون الموقف فقط من أجل يعني كسب نقطة أو إثنتين نضص لا لا بد العالم الإسلامي أن نتحرك وأن نشعر بالمسؤولية تجاه كل مسلم يعذب أو يهان في مشارق الأرض ومغاربها لنا في المعتصم بالله عندما ضربت امرأة في عامورية وصرخت وقالت وامعتصماه وجاء رجل إليه وقال إن هناك امرأة في عامورية تستغيث بك وتقول وامعتصماه فماذا قال أرسل رسالة إلى نكفور حاكم المنطقة وقال أطلق صراح المرأة وإلا أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي وبالفعل أرسل جيشا وحرر المدينة وحرر المرأة المسلمة وجعلها تأسر ذلك الرجل الذي صفعها بالقلم وتضربه أمام الناس ربا وامعتصماه انطلقت من أفواه البنات اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة اشتركوا في القناة